موسيقى يسعد صباحكم مشاهدينا وفي آخر فقراتنا راح نخصصها لكل اللي بعانوا من التهاب المفاصل سواء في اليدين أو الركبتين أسبابه هو كيفية الوقاية منه معنا الدكتور أحمد أبو الندى أخصائي جراحة العظام والمفاصل الله يصبحك بالخير دكتور الله يصبحك ويصبح المشاهدين الكرام كيف أصبحت؟ نحمد الله نشكركم دكتور حبيل نحكي اليوم عن التهاب المفاصل أكيد نبدأ بأهم الأسباب اللي بتأدي لالتهاب المفاصل إذا بدنا نحكي على المفاصل إحنا بنعرف أن الجهاز الحركي للإنسان بدون حركة الإنسان ما بيكونش طعم للحياة صحيح فالهيكل العظمي والعضلات والعربطة هي اللي بتساعد الإنسان يتنقل من مكان لمكان وأهميتها يعني معناه هناك حركة في مفاصل في حركة يعني معناه هناك في أمراض في أسباب في تلب في عطل صح معين آلام المفاصل والتهاب المفاصل نستطيع نقسمها للمشاهد ثلاثة جروبات من الناس بتسببها آلام للمفاصل الجزء الأكبر من هاي المرضى هو الجزء الميكانيكي مفاصل زي ما احنا عارفينه بتحرك يعنيها إذا استعملنا بشكل غلط بوزن تقيل حركة غلط عملنا حادث عدنا جلسنا غلط كلها بتسبب بنلاقي جروب من الناس كبير بسببه هو مو مرسخات أو استدام فارغ العملية الميكانيكية اللي احنا بنستعملها يوميا يعني مثل الفقرات الظاهر احنا بنستعملها بحدود تلات تلف مرة يوميا طبيعي بنقومنه عالم الناس الدين والرجلين كذلك هالمفصل بتحرك يعني معناه انه يستهلك إذا استعملنا بطريقة اكتر من اللزوم او اقل بوزان مختلفة ممكن تقدي الى التهاب المفاصل هالفقه الاولى اللي هي الاغلبية اه يعني ما بدرش اقول اغلبية بس نسبة كبيرة الفقه الثاني اللي هي بصير عندها التهابات من داخل الجسم يعني امراض مختلطة مع المفاصل والعضلات بتسبب الجسم نفسه بفرز مكونات بتدر المفاصل بتقدي الى التهاب المفاصل وتسبب هذا جزء كمان كبير ومش قليل جزء يعني مهم من مجموعة المرضى اما الجزء التالت اللي هو مجموعة المرضى اللي بيصابوا بعض الامراض مثل التهابات في الكولون مثل التهابات اللوز او الحل او الجيوب الانفية كل هاي الشغلات بتأدي الى التهاب كذلك بجروب تاني من الناس وكلها بتشترك بيش تشترك بالألم المفاصل ألم المفاصل أكيد لو نتحدث على الفئات العمرية الاكثر اصابة بالتهابات المفاصل طبعا كل العمار تصاب ولكن غالبا ما تكون اللي هي بالعمار بعد الثلاثين وفوق اللي هم الكبار في السن اللي هم اكتر شيء ولكن كل العمار تصاب وكل العمار اللي ها خصوصية بنوع من الالتهابات المفاصل طبعا احنا بنشوف العدد الكبير من المرضى في سن فوق الاربعين فوق التلاتين بنلاقي جزء من التلاتين للاربعين بنلاقي ناس بمارسوا طبيعة عملهم مثل الكتابي مثل الالام الرقابي والكتب هذا الناس اللي بتكون بتشتغل شغل مكتبي كتير او تجاري او بتشاهد او بتستعمل كمبيوتر الآن او بتشاهد او تهيئة معاية بتأدي الى الام الرقابي مع الكتب وبتأدي في النهاية الى الالم اللي يستطيع الانسان بشكي منه يعني مش انه مش مرتع ولكنه بتألم فيه الام هلا بنشوف الركب مفصل للركبة هي اكتر شيوعا الركب بنلاقي عند الناس الكبار بالعمر بعد الاربعين خمسين استهلك هو وزنه زيادة بمشي كتير بشتغل كتير نوجد مفصل ركبة انه فيه الام في الركبة طبعا نتيجة اللي هو الحركة والاستهلاك ووزن الانسان اللي هو غالبا ما يكون هو السبب المباشر دكتور لو نتحدث عن ابرز الاعراض اللي ممكن نستدل من خلالها انه عندنا مشكلة عندنا التهاب مفاصل هناك هول شيء العرض الاساسي هو الالم طبعا الالم له انواع الالم خفيف الالم في حركة معينة لما نقوم نمشي ولا نحن عديدين او بنتني ركبتنا او بنحرك رابتنا تشنج عضلي فيه اكتر من شكل من الاشكال الالم اللي بيشكي منها الانسان ولكن الالم بتصنف الى الم خفيف الى الم شديد الى الم بيصح الانسان بالليل او اي حركة تلاقيهم بتألم فيه ورم اتهاب بسبب ورم انتفاخ اذا كان ركبي وان كان كوع وان كان رأبي بتلاقي فيه انتفاخ المريض بيحس بهذا بميز بميز بين انه هذا الورم ركبته اليمين ورمانة اكتر من الشمال او الكوع اللي ايمن او الايد اليسرى عن اليمين اللي هي ما بتتألم بيستطيع يميز انه فيه فيه ورم في منطقة زيادة في حجم المفصل المفصل دكتور لو نتحدث عن المفاصل كاملة يعني نحكي متكاملين انتهاب المفاصل بيصيب مفصل معين ولا ممكن يصيب جميع المفاصل هلا في بعض الامراض بعض الامراض بيصيب فرضا امراض اللي بيصيب الاغشية المفصل خلينا نقول المفصل بتكون عظم وارقوشة اللي هي الكارتلج الكارتلج بطبطن العظام وفيه غشاء باللورية الغشاء البلورية هذا يصاب بالتهاب لما يصاب بالتهاب بالتهاب احيانا بيكون في رسغ الايد بيصيب برسغ الايد احيانا في رسغ القدم احيانا في اصبع من الاصابع اليد او الاصبع الكبير من القدم فرضا مثل مرض الملوك الشاء اللي هو الناس اللي بيأكلوا لحم كتير او بيأكلوا بقوليات كتير بيصير عنده التهاب في غشاء الاصبع الكبير مش معناه بس الاصبع الكبير وبصيب باقي المفاصل ولكن غالبا ما يكون في الاصبع القدم الكبير ولكن لا يمنع ان يصيب المفاصل الاخرى دكتور لو نتحدث عن طبيعة الناس اللي بيلعبوا رياضة كتير او بيحملوا اثقال كمان نعرف الناس الرياضيين اللي بيجروا او اللي بيلعبوا كرة قدم دائما بيصابوا بهذه المشاكل نعم قلنا هذا من الجروب الميكانيكي اللي هو إذا لعبنا عنيف لعبين الكرة القدم العربطة جوه بتتقطع الغضروف بالمزع كل هذه الامور او حوادث كسر كسر بالمفصل بتأدي الى العلم الناس اللي بيحملوا اوزانة تقيلة كتير ما ينقطع عرباط الصليبي تبع الركبة ويتأدي الى الى قلم الركبة وطبعا مفيش تبات بالمفصل بيكون بيصير تقولك المريض بتخوني رجلي ما عم بتساعدني في حركة معينة اني بيحسها بالطق بتطلع من مكانها كتير من المسميات اللي بيحكوها المريض بتخرج رجلي بنلاقي رجلي بالطق هي هاي الطقق يعني لو اسألك عنها الطقق كمان يعني لوحد بقدار يسمعها بمفصل أيدي والمفصل بالظاهر بالرقبة نعم، نعم، دائما في طرية أنواع من الطاقة اللي هي فاين نعمة جداً طاقة خفيفة في متوسطها هالطاقة وفي Delicious طبعا كل حالة الها غروب من المرض الخفيفة هاي بتكون مجرد احتقانة يعني فرضاً إحنا عدنا طولنا وجينا أمنا مشينا بحس رجلينا بالطاعة هذا احتقان مية بداخل العنسجة لأنه الإنسان ما تحرك بعض الالتهابات كمان اللي بتسبب إلى المفاصل بتعمل احتقان مية وزي ما قلنا بورم بحل احتقان هذا بتسبب طاعة ولكن بدون ما تترك ألم بعض أحياناً وفي حال ما تترك ألم معناه هناك لازم تشوف الطبيب إذا ما تتركتش ألم مش في حاجة لطبيب أكيد ودكتور لو نروح لتوجه المريض للطبيب أول شي أو أول إجراءات كيف تتم لتشخيصه طبعاً المريض لما بتقلم كثير بيصل للدكتور أول بيعطي فرصة نفسه يصبح يوم يوم يومين ثلاثة أسبوع أو بياخد بعض الأدوية اللي تخففه وما طبش بنروح للدكتور حنيت الدكتور بده يشخص المريض التعاون مع المريض لأنه الهيكل العظمي للإنسان مش مفصول عن جسم الإنسان عن القلب عن العصاب عن الكبيرة عن الكلاوي كله مرتبط فبتم الدكتور بيشوف أمراض هذا التاريخ مرض هذا الإنسان وبعمل عملية تمحيص وتدقيق في كل شكوة المريض وقامت وقامت بتصير بلزم صور أشياء بعد هيك بروح للفحص السريري اللي هو الطبيب بفحص فحص السريري لهذا المفصل بيشوف الدور بمعن بشوف مكان الألم بعد هيك لزم الصور الشعاعية أو الصور المغناطيسية أو المختبر يستعين الطبيب حتى يشخص وطبعاً لازم يحدد للمريض شو سبب المرض تبع هالألم أكيد دكتور لو نتحدث عن الوقاية والعلاج في حال التهاب المفاصل أنا بدول الوقاية بدول العلاج بالأساس باعتمد على خطة عمل بين المريض وبين الدكتور برسم الخطة الدكتور فيه شغلات لازم يعملها المريض وفيه شغلات لازم الطبيب هو يعملها يعني يعطي الدواء يقوم بنصائح معينة للمريض يستلك بنلاحظ أنه نحكي عن النصائح للمرضى أنا بقول النصائح للمرضى أنه إحنا في حياتنا الرياضة مهمة لازم تكون مش العمل والشغل مثل ربتي البيت بتقول لك ما أنا بشتغل عشرة خمسة ستة بقدمهم مش كافي هذا الشغل عساس النوع من الرياضة عمل الرياضة لا أنا بقول العمل شي والشغل شي والرياضة شي الرياضة بتعطي راحة لجسم الإنسان تمتع الجسم بمارسها بهدوء استرخاء لعصابه بعمل ريفريشنج لكل وضعه بالرياضة الوزن التقيل والأكل الغذاء المتوازن للإنسان مهم جدا الغذاء المتوازن أنه أنا ما أخدش نوع واحد أنه بشكل الأكل تاها بنوع بالأكل حتى يكون في بنية لجسم الإنسان مهمة ثالثا السمنة داء العظم السمنة الوزن التقيل دائما بدي تركنا مشاكل خاصة الركب أو القدمين أو حتى العمود الفخري بنلاقي إنه فيه بصير ديسك بصير كل هالأمور والبطن الكبير هذا اللي بسحب عضلات الظهر بتتشنل بتأدي في النهاية إلى ألام طبعا إحنا في غينة عنها إذا خففنا وزن إذا عملنا رياضة إذا نمنم لي إذا كانت أكل متوازن ونمط حياة صحيح وهذا أهم شيء شكرا إليك دكتور للأسف دهمنا الوقت لازم ننهي فقرتنا بس شكرا إليك أتمنى أن الجمهور يكونوا استفادوا من حوارنا تحياتي شكرا مشاهدين هايكو نكون نحن وياكم وصلنا لختام فقراتنا راح ألقاكم إن شاء الله بكرة لأحد نهاركم سعيد اشتركوا في القناة